لما تفرح بيبان في عناك ولو زعلت أول حاجة بتتأثر فيك العين أقل حاجة ممكن تأذيها علشان كده لازم نحافظ عليها ونرعيها مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك ايجي ليزك أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم الليزك التفصيلي الليزك عالي الدقة الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل السوبرا كور عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية والفيمتو ليزك أحدث وأدقة تقنيات لعلاج القرانية المخروطية وعلاج البلوكومة وارتفاع ضغط العين حقم الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضعفات مرضى السكر مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك ايجي ليزك مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر عرض خاص على عمليات تصحيح الإبصار الليزك لفترة محدودة السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء ايجي ليزك في الوطن العربي النهاردة موضوعنا كنا تكلمنا فيه قبل كده لكن هنتكلم النهاردة بتحديثات كبيرة جدا حصلت في الفترة الأخيرة وهي أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار هنقسم الموضوع النهاردة عشان الناس تستفيد إلى أربع أجزاء أول حاجة عملية الليزك تاني حاجة عمليات المياه البيضة وزرع العبسة تالت حاجة علاج القرانية المخروطية رابع حاجة علاج مضاعفات مرض السكر وخصوصا ارتشاح ونزيف الشبكية الأول لازم نحط تشخيص سليم عشان نقدر نمشي وراء التشخيص السليم هو الطريق اللي بيترسم لنا أنا والمريض عشان نقدر نتناقش ونوصل لأفضل حل بإذن الله غالبية الناس دلوقتي بدأت مع التكنولوجيا والتطور والرفاهية اللي احنا بقينا فيها زي ما عاوزين يركبوا أحدث عربية ويبقى معاهم أحسن موبايل كمان عاوزين يتخلصوا من النظارة أو العدسة اللي قد تكون عائق لبعض الناس أو مسبب بالهم مشكلة في حياتهم سواء في العمل أو في ستايل الحياة أصبح دلوقتي في المتناول استخدام تكنولوجيا متقدمة جدا وهي عمليات تصحيح الإبصار اللي بنستخدم فيها تقنية الليزي أو الإكزايمر ليزر تطورت هذه العمليات في السنوات الأخيرة لدرجة أن احنا أصبح عندنا اختيارات كتير جدا بنختار لكل واحد ما يتناسب معاه من حيث قدرة الإبصار قرانية العين سن المريض كل حاجة خاصة بحياته يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا دلوقتي لما بنيجي نعمل اختيار لعملية الليزيك بنسأل المريض عدة أسئلة من ضمنها على سبيل المثال إذا كنت شخص رياضي أو بتلعب رياضة عنيفة زي الملاكمة أو المصارعة أو كنت بتستخدم حمامات السباحة في الصيف والشتاء بنستخدم لحضرتك تقنية حافظ على قرانية العين من غير ما تسبب أي أزة نتيجة الإصابات اسمها الترانس بي آر كي دي مجرد أمثلة عشان نوسع بس إدراك الناس لهذه العملية ما أصبحش دلوقتي الاختيار هو بسعر العملية يعني أنا مش هعمل العملية الأغلى أنا هعمل العملية الأنسب والأنسب هي الأنسب من كل شيء بداية من سن المريض وقياسات النظر وفحصات القرانية وطريقة حياته إذا كان مثلا مهندس وبيروح مواقع في البترول أو في الصحراء أو بيروح في مباني عرضة أنه لقدر الله يتخبط في عينه ممكن ييجي هو مختاره أنه يعمل فمتوليزك لكن الفمتوليزك عشان فيه فلاب اللي هي القشرة ممكن تتخبط بعد كده في أي وقت بطريقة عنيفة فنقوله لأ الأنسب ليه أنه نستخدم تقنية نون انفيزيف ما بنعملش فيها أي قطع في أنسجة القرانية فبالتالي تقنية الليزك السطحي أو البي آر كي أو الترانس بي آر كي أو الـ HD بي آر كي دي كلها اختيارات متاحة لحضرتك هتحصل بها على رؤية عالية الجودة مع ضمان لأمان تام طول العمر طيب الناس بقى اللي جاية تعمل الليزك 90% من البشر بيصلح لهم لكن الليزك زي ما قلت لحضرتك ليه طريقة معينة في اختياره فمثلا إذا كان شخص مفيش مشكلة في حياته مش تغل شغل مكتبي قاعد في التكييف مفيش أي حاجة ممكن لتقدر أو لتأثر عليه بعد كده ينفع تماما ويبقى آمن تماما أنه يحصل على رؤية جيدة وبإذن الله يبقى آمان تام طول العمر أما النوعية اللي احنا قلنا عليها من شواية فبنختار لهم كده لو حد عايز يختار الفيمتوليزك بنتناقش معان الفيمتوليزك نفس نتيجة الليزك لكنه بيتعامل بالليزر بالكامل بدون أي تدخل جراحي طيب كل ده احنا اتكلمنا عن الليزك طب هو الليزك ده ليه شروط معينة يعني أنا أي حد في الدنيا ينفع يعمل الليزك لا الليزك ده عدة شروط هنقولهم ببساطة شديدة وزي ما اتفقنا قبل كده أي حد عاوز يعرف معلومات أكتر احنا بنحاول بس نفتح المواضيع وانتوا ممكن تخشوا على قناة اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك أو على موقعنا وتشوفوا كل الاستفسارات اللي في دماغكم بإذن الله هتلاقوا ليها تقريبا أكتر من إجابة بأكتر من شكل الليزك هو عبارة عن تصحيح لسطح قرانية العين بواسطة الإكزايمر ليزر لازم يكون سن المريض أكتر من 18 سنة قياسات معينة لضعف الإبصار سمك القرانية وتخطيط سطح القرانية يكون مناسب ما يكونش فيه أي أعقل الرؤية داخل العين زي لقدر له مشاكل الشبكية أو العصب البصري كل ده بنجمع الداتا بتاعته البيانات وندخلها لجهاز الليزك فيطلع لنا أنت بالنسبة لك أنسب نوع ليزك إيه ويوم العملية العملية بتتم ببنج سطحي محتاجش الصيام ولا فحوصات خاصة وبترجع لحياتك في خلال عدة أيام بدون أي مشاكل بإذن الله ننتقل للجزء الثاني وهو عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات فيه ناس بتيجي تعمل الليزك للأسف بيكون قياساتهم أكبر بكتير يعني إيه؟ يعني مثلا هندي مثال بسيط في حالات قصر النظر بيكون لحد ماينس 12 مناسب لو كانت فحوصاته كويسة بعد كده بيكون استهلاك الليزر لأنسجة القرنية عالي فبيمس الخطورة احنا اتفقنا دلوقت أن الهدف الرئيسي ما بقاش فقط أن احنا نعمل العملية الهدف الرئيسي بالإضافة لتحسين الرؤية هو الحفاظ على العين بإذن الله مدى الحياة بدون أي مضاعفة فلما بيجي الشخص ده وقياساته بتطلع كبيرة بنختر له النوع التاني وهو عمليات زرع العدسات وزرع العدسات أنواع كتير جدا في منها نوع بين زرعه داخل عدسة العين أو مع عدسة العين زي حاجة اسمها ودي بتدي ميزة الرؤية البعيدة والقريبة زي عمليات الليزك بالظبط ودي بنعملها للناس اللي سنهم لسه صغير يعني العشرينات بعد ما بيتعدى سن التلاتين أو الخمسة وتلاتين بيبقى مش من المنطق أن احنا نعمل النوع ده وخصوصا أنه غالي جدا فبنلجأ لنوع تاني من عمليات زرع العدسات اسمه بنشيل فيها عدسة العين ونزرع عدسة تقريبا تسويها أو أكتر منها في الرؤية بحيث تحصل على رؤية عالية جدا بدون الاستعانة بنضارة خالص لكن في بعض الأحيان بتكون الرؤية البعيدة جيدة وبنحتاج نضارة للمسافات القريبة وده بيشبه بالظبط عمليات المياه البيضاء مع الفرق أن ده بيجي عشان تصحيح الإبصار أما المياه البيضاء بيجي عشان بيكون عدسة العين معتمة والرؤية بدأت تتأثر بصورة كبيرة جدا هل ممكن حد يجي يعمل ليزك ويكون قياساته مش مناسبة لكن ما ينفعلوش تصحيح إبصار أيوة ده الموضوع التالت وهو القرانية المخروطية ربنا خالق القرانية زي ما قلنا بتمثل جزء كبير جدا من قدرة العين على تجميع الصورة والرؤية لكن في بعض الأحيان سطح القرانية بيكون غير مستوي فبيعمل حاجة اسمها الأستجماتيزم الغير منتظم يبدأ يشعر المريض أنه كل كام شهر محتاج يغير النظارة ومستوى الرؤية عنده بيقل لما بنعمل تصوير للقرانية بتطلع القرانية بدأت تبقى أضعف من اللازم سواء في السمك أو في القدرة على التحمل فبنبدأ نتوجه اتجاه تاني خالص ما بيكونش الهدف منه هو تصحيح الإبصار هو الهدف الحفاظ على قرانية العين سليمة أو تحولها من قرانية مريضة إلى قرانية سليمة عن طريق تقنية حديثة جدا وهي تقنية زرع الحلقات بالفيمتوليزر وبعدها بنعمل تثبيت للقرانية الجزء الرابع من حلقتنا النهاردة هو مضعفات مرض السكر وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية فإن مرض السكر هو المسؤول الأول عن فقد الإبصار في غالبية دول العالم حتى الدول المتقدمة ده للأسف لأن مرض السكر سواء في النوع الأول أو في النوع الثاني بعده مرور فترة عدة سنوات لو ما كانش منضبط بصورة سليمة لو كان الشخص ده كمان بيعاني من بعض الأمراض الأخرى زي ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو إذا كان مدخن أو سيدة حامل بتبدأ أنسجة الشبكية تكون في حالة ضعف شديدة فيبدأ يحصل فيها حاجة اسمها ارتشاح في مركز الإبصار شبكية العين بتكون عدة طبقات لكنها ملتصقة الارتشاح ده يعني عبارة عن تجمع لسائل بين أنسجة الشبكية بيخليها تبعد عن بعض فبالتالي قدرتها على تجميع الرؤية بتقل هل في تقنية متاحة دلوقتي نقدر نستخدمها؟ أيوة الأول ممكن عن طريق فحص قاع العين كل ست شهور نتطمن على المريض ويا ما ناس كتير جدا عيشة تلاتين سنة من غير ما يحصل لها مضعفات لكن للأسف نتيجة الإهمال وانشغال الناس الكتير ونتيجة الإهمال للنواحي الصحية بالنسبة لنا بدأت تظهر مضعفات السكر حتى في الشباب الصغيرين فعشان كده كل مريض سكر لازم يعمل فحص لقاع العين كل ست شهور لو إن شاء الله كان الأمور كويسة ما بنحتاجش أي حاجة خالص لقدر الله بدأنا نلاحظ ارتشاح بنعمل حاجة اسمها الأو سي تي أو الأشعة المقطعية الشبكية ممكن نلجأ بعديها لحقن أو ليزر بناء على المستوى اللي انت وصلت له لكن لقدر الله وكانت الأمور أسوأ من كده بنحتاج حاجة اسمها استقصال جسم الزجاجي أو الليزر الداخلي مع حقن سيليكون ودي عملية ضخمة شوية نتمنى من الله إن محدش يوصل الله يبقى ببساطة شديدة اتكلمنا عن الليزك وأنواعه وقلنا بعض شروط عملية الليزك اللي ما بينفعلوش الليزك لو لقدر الله عنده حالة مرضية اسمها القرانية المخروطية بنعمله زرع حلقات بالفهم توريزر مع تثبيت القرانية لو كان عنده ضعف نظر شديد بنعمله زرع عدسة سواء عدسة في وجود عدسة العين أو كلير لينس لو هنشله عدسة العين ونزرع له عدسة مكانها في بعض الحالات بنحتاج عملية زرع عدسات عشان الناس بتعاني من مياه البيضاء وتكلمنا كمان عن مضاعفات مرض السكر كل دو أكتر تقدروا تعرفوه من خلال زيارة موقعنا www.eglesic.com أو قناتنا على اليوتيوب يوتيوب او على صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك مع تحيات مراكز الدكتورة صام حسن لجراحات العيون والليزك إجيه لزيك